صباح الخير مشاهدين حالة من عدم الاستقرار الجوي تتأثر بها منطقة بلاد الشام مساء غد الأربعاء وإلى يوم الخميس جراء انخفاض قيم الضغط الجوي بشكل متسارع فوق الصحراء الليبية والمصرية معلنة تشكل أول منخفض جوي خمس سني سمي بذلك تبع للمنخفضات التي عادة ما تزور المنطقة في الفترة الممتدة بين العشرين من آذار مارس والعاشر من أيار مايو من كل عام لذا يعتبر هذا المنخفض مبكر قليلا وتمتاز هذه المنخفضات مشاهدين في البداية بارتفاع الحرارة ونشاط الرياح المحملة بالغبار والأتربة ولاحقا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة إضافة لارتفاع فرص تشكل الغيوم الماطرة والرعدية أحيانا بالتالي ترتفع درجات الحرارة غدا لتتجاوز معدلاتها السنوية بحدود عشر درجات مئوية إلى جانب نشاط رياح جنوبية شرقية وخلال يوم الخميس تنخفض الحرارة بشكل كبير مع مرور ساعات النهار وترتفع نسب الرطوبة وتنشط الرياح الغربية إلى جانب توقعات بتساقط الأمطار في مناطق عدة من سوريا لبنان الأردن وإلى فلسطين وعليه مشاهدين فقد تنتقل حالة عدم الاستقرار الجوي مساء الجمعة إلى شبه الجزيرة العربية جراء تعمق ذات المنخفض الجوي جالبا الأمطار والرياح القوية إلى مناطق واسعة من وسطي وشمالي وشرق السعودية خاصة القسيم وحائل والرياض وحفر الباطن وربما أيضا إلى الكويت والبحرين وقطر أما التوقعات الجوية لليوم وغدا فتشير الاستقرار الأجواء عموما على السواحل الخليج تزامنا مع ارتفاع نسب الرطوبة واحتمال تشكل الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر في كل من قطر والإمارات في غضون ذلك سلسلة من الأمطار تمتد نحو شمال سلطنة عمان وأجزاء من سواحل الإمارات وصحراء الربع الخالي كذلك هو الحال أيضا في جنوب غرب السعودية ومنها عسير والباحة وجزان من جهة أخرى تنشط رياح شرقية على سواحل البحر الأحمر تحديدا سواحل مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل جدة وينبع ورابغ الأمر الذي قد يؤدي للخفاض مدى الرؤية الأفقية بفعل الغبار والأتربة كما قد يؤدي أيضا لاضطراب البحر وارتفاع الأمواج ننتقل الآن مشاهدين معكم إلى أمريكا الجنوبية وتحديدا البيرو التي ما زالت تعاني من الفيضانات والانهيرات الأرضية بعد أيام من الأمطار الغزيرة لم تشهد مثلها منذ 15 عاما وعزى خبراء الطقس هذه التقلبات لارتفاع حرارة المياه السطحية للمحيط الهادئ جراء ظاهرة النينو المناخية وقد تسببت الفيضانات بغمر مناطق شاسعة في مدينة إيركوبيا وقطع التيار الكهربائي وتشريد آلاف السكان وتدمير عدد من المنازل والطرقات هذا وتستمر الأمطار الغزيرة خلال اليوم وغدا في بيرو وكولومبيا والبرازيل وأيضا في بوليفيا وسط تخوفات من فيضانات إضافية محتملة لكن الحال ليس بأفضل في أمريكا الجنوبية مع استمرار الأجواء الماطرة والثلجية في الولايات الشمالية الشرقية وأعلى الغرب الأوسط الأمريكي والولايات الجنوبية وتفيد التوقعات باستمرار الثلوج على شرق البحيرات العظمى وإلى ولايات بنسلفينيا وفرجينيا الغربية ونيورك وإلى سواحل نيو إنجلند إضافة إلى مقاطعات كندا الجنوبية الشرقية ومنها كيبيك وأنتيريو ونيوفيندلند ترافقها أمطار جليدية تغطي الطرقات وتشكل خطرا على السائقين وعليه أصدرت وحدات الأرصاد الجوية تحذيرات جديدة تشمل ولا تقتصر على انزلاق المركبات على الطرق وانعدام مدى الرؤية الأفقية أما بالنسبة للأمطار مشاهدين فتمتد من الولايات الجنوبية إلى أعلى الغرب الأوسط الأمريكي وباتجاه الولايات الشرقية وأيضا إلى الولايات الشمالية الشرقية تشمل ولايات تينيسي وأكينتاكي وكارولينا الشمالية والجنوبية وإلى جورجيا وألباما قد تكون غزيرة في بعض الفترات وتعمل على تشكل الفيضانات والسيول الجارفة في ولايات أوكلهوما وتكساس وميزوري وأركانسس إضافة لنشاط رياح قوية وباردة وربما توقعات بالتشكل زوابع هوائية في مدن لتل روك وهيوستن وشريفبورد وناشفيل ونيو أيرلنز وبرمينغام إلى هنا تنتهي فقرتنا الجوية مشاهدين الكرام شكرا لكم أعود إليك مجددا عثمان شكرا لك نسرين